أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران عن عقد مؤتمرين جماهيريين اليوم وغدا السبت بمحافظة أسيوت كما قررت الحملة اطلق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم 17 من نوفمبر ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم الثاني والعشرين من نوفمبر وسهاج في الثالث والعشرين من نوفمبر وكانت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقدت مؤتمرا صحفيا تم فيه عرض برنامجه الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء